دكتور سعاد، مرات الخطيبة أو العروسة ترفض زيارة أهل خطبها للبيت وتقاملوا برّة، تقولوا إحنا نحرق برّة، تبقى برّة، كافيات ومطعم وطول النهار بس تقولوا لأ مش عايز أهلك يجو بتخمئ بالدايق، تحلل والله حرام؟ لا طبعاً، إذا كانت هي هم كويسين معاها وما بيدخلوش في شؤونها الخاصة يبقى لازم وجود ترابط بالزيارات دي بتعمل ترابط بتعمل مواد دورا حما بين الأسر، فبش منحقها بصراحة إذا كانوا بقول في حالهم ما بيجوش يدخلوا في ده إيه وده وعش وده حل وده بتاع يبقى ليس من حقها أن تمنعهم بالزيارة أو تقعد معهم برّة بالعكس تفتح لهم بيتها ويجتمعوا كلهم ويعودوا مع بعض قاعدة كده ظريفة وإذا كان فيه أكل إذا كان فيه حاجة ولازم يعني دي بتؤدي إلى توطيط العلاقة نفروض يبقى عندي عيد إن هما جايين بتبقى في نفرة يعني عايزيني بدعان النفرة بين الناس كلما كان هناك زيارات واتصالات ولقاءات هدايا متبادلة هادو تحبو بالزبط هيبا فيه ألفة أكتر صحيح